دكتور بولوس مصدر الحياة فقعدت عند مصدر الحياة فاتغيرت حياتها وبقال لها حياة أبدية النهاردة أنا عايز أقول أنه أفضل شيء تختاره لنفسك تحب نفسك هو أنك تأتي عند المسيح تأتي عند المسيح فيعلمك ويغيرك ويخلي الإنسان له حياة جديدة مثمرة وبالتالي تعرف تصلي لأجل عدوك وتقول له رب من فضلك اتعامل معاه على فكرة أساس نزار إحنا ما عندناش أعداء من البشر إحنا عدونا واحد هو عدو الخير يعمل في حياة بعض البشر ويجعل منهم أعداء يعادوننا لكننا نحبهم ونحارب عدونا الذي هو إبليس ونحبهم ونصلي من أجلهم ونباركهم أيضا تمام نصلي لأجلهم ونباركهم ونطلب أنه الرب يغير حياتهم محبة النفسي معناها أن أنا أقبل نفسي معناها أن أنا أقبل نفسي في ناس كتير عندهم مشاكل في قبول نفسي قبول الشكل اللي خلقنا ربنا عليه قبول الإمكانيات والقدرات أحس أن أنا مليش لازمة وأقل من غيري قبول المكان والموقع والوضع الاجتماعي اللي أنا فيه محتاج أقبل نفسي ده معناه أحب نفسي أجي بنفسي اللي أنا مش قادر أحبها قضام الله الله يصنع فيها معجزة ويديني إن أنا ويساعدني إن أنا أحبها ترجمة نانسي قنقر